ربما اليوم المنطقة الجذوبية من الوسط تقريبا نتكلم عن منطقة خان يونس بشكل عام يعني محمد المدينة والمحيط الاشتباكات نشير إليها بشكل كامل تقريبا في منطقة القرارة في منطقة شمال المدينة اليوم هناك اشتباكات وما زالت الاشتباكات في عباسان الكبيرة بالإضافة طبعا للاشتباكات في المناطق الوسطى بين سهيلة وبين عمق المدينة اللافت هنا في هذه المواجهة لم يتغير شيء في موضوع الخط المواجهة أو خط الهجومي الذي يحاول العدو أن يعتمده على المدينة ما زالت هذه النواة الأساسية للمدينة أو المدينة هي عصية عن إمكانية دخول العدو هناك ضغوط على مستشفى ناصر معطيات تقول أنه تم إخلاء عدد كبير من النازحين من المستشفى واضح أن الهدف هو جعل هذه المنطقة كخاصرة رخوة للضغط أيضا على عمق المدينة اللافت اليوم هو انتقال المواجهة إلى منطقة شمال المدينة لم تعود في منطقة الغرب فقط أو لم تعود في منطقة حباسان أيضا والتي هي تشهد عمليات بشكل كبير نتكلم اليوم عن استهدافات في منطقة القرارة وفي شمال المدينة يعني بين مدينة حمد وبين منطقة القرارة هناك استهدافات لتحصنات للعدو هناك سقوط قتلة في منازل للعدو تتجمع بها وهناك استهدافات لدبابة ميرجافا ولجرافة ديناين في هذه المنطقة هناك نقطة لافتة يعني الخبر الأخير عن الذي نشرته القسام أن هناك غرب المدينة أيضا استهداف لتكتل للعدو وأسقاط عدد كبير منه هذه هي المنطقة الأساسية نحن نلاحظ أنه يكون هناك نسف لتجمعات سكنية في هذه المنطقة ما زال أيضا المناطق عباسان الكبيرة وعلى الخط باتجاه بني سهيلة تشهد نسف لمجمعات سكنية هذا الموضوع لأنه يتكرر بشكل كامل نسف المجمعات كاملة لا نتكلم عن نسف مبنى أو مبنيان مجمع كامل قد يكون 10 أو 15 مبنى سكني الهدف طبعا هو أصبح يتعدى أنا بتقديري الموضوع الميداني والعسكري طبعا الموضوع الميداني والعسكري هو أساسي لأن يكون هناك كشف لمحاور تقدم لأن يكون هناك إقفال لإمكانية استعمال هذه المجمعات لكي ترمي على محاور تقدم العدو هذا موضوع أساسي في البعد العسكري والميداني ولكن يبدو من تكاسر هذه النسفيات لمجمعات بالكامل وفي كامل مناطق الكطاع أن العدو لديه نواية خبيثة في موضوع هذا الموضوع وكأنه يعمل على تهديم أو تدمير البنية السكنية والعمرانية لكطاع غزة بشكل كامل أحيانا نحن نلاحظ أنه ينسف مجمعات سكنية بالكامل دون أن يكون هناك اشتباكات أو أن يكون قد أطلق محور في هذه المنطقة هذا واضح أنه يذهب باتجاه هذا الموضوع